اشتركوا في القناة ده معنى ان الكسور يكون لها نفس القيمة زي التلت والاربعة على اتناشت تعاني مثلها كده برسم نشوف كده في الرسمة كده اهو اللي على اليمين واللي على اليسار نفس المستطيل جسمناها تلاتة بالطول مزبوط يبقى كل واحد بالطول كده تلت طب لو جسمناها بالعرض اربعة كده على اليمين اهو يبقى يطلع فيه اتناشت جزء نفس العمود اللي في الطول ده يبقى يكون اربعة من اتناشت لو كان واحد من تلاتة نفس العمود كان واحد من تلاتة على اليسار اصبح على اليمين اربعة من اتناشت اصبح على اليمين كام اربعة من اتناشت يبقى كده يدول كسرين اسمهم كسرين ايه متكافئين طب تعالوا نلاحظ حاجة كده مع بعض واحد يقول لي اوستاذ انا لاحظت ان الواحد والتلاتة ضربهم في اربعة اضرب كده في اربعة واحد ضرب اربعة كام اربعة وثلاثة ضرب اربعة كام اثناشت يبقى الاربعة على اتناش هي هي التلت يبقى كإني أستاذ أقدر أجيب الكسور المتكافئة بالضرب أيوه أيوه طبعا صح طيب تعالوا نشوف لإيجاد كسور مكافئة لكسر معطى يمكن أن نضرب أو نقسم بسط الكسر ومقامه البسط اللي هو من فوق والمقام اللي هو فين؟ من تحت نضربه في نفس العدد طبعا معدد الصفر طبعا عشان الصفر البوز ضدني فلما نلاحظ كده ان الاربعة على اتناش أقدر أجسمها على اربعة فوج وتحت تطلع تلت تطلع واحد على تلاتة اربعة كسمة اربعة واحد اتناش كسمة اربعة تلاتة بس خلي بالك زي ما نقسم فوج لازم نقسم تحت ما ينفعش تغير الرقم لازم الجسم فوجه الجسم تحت زي بعض او زي ما نضرب فوج لازم نضرب تحت نفس الرقم برضو طيب تمام تعالوا نشوف مثال اكتب عددا مناسبا في المربع ليصبح الكسران متكافئان عندك الخمسة والسبعة تعالوا كده مع بعض نضربها في تلاتة خمسة ضرب تلاتة كام ها خمستاش سبعة ضرب تلاتة كام واحد وعشرين يبقى كانت جاب للكسر وممكن يكون مجهول عندي الخمستاش او الواحد وعشرين يبقى انا كده عرفت الايه الحل اهو اهو خمسة على سبعة بتساوي كام على واحد وعشرين طبعا حس ان السبعة ضربت في تلاتة ادتني واحد وعشرين يبقى غصب عن مي اضرب الخمسة في تلاتة مو بكيفي اذا ضربت السبعة في تلاتة لازم الخمسة تنضرب في تلاتة سبعة ضرب تلاتة كام واحد وعشرين يبقى الاجابة الصحيحة خمسة ضرب تلاتة بتساوي خمستاش طيب شوف مسألة تاني يلا يا شباب اثناش على ستاش بتساوي ستة على كام من يعرف اثناش صارت ستة ضربها لا يا استاذ ادي جلت اه فعلا اثناشر قسمة كام يا ديني ستة قسمة اثنين كانوا جاب نص الاثناش اقسمها على اثنين نص الستاش كام طبعا تمانية مش محتاجة نصها تمانية يبقى الكسر هيكون مقامه تمانية طيب تحقق من فهمك درس ممتع جدا يلا برضو تلاتة على خمسة بتساوي كام على عشرين ها تعال كده طالع تحت لان تحت مكتمل على اليمين خمسة وعلى اليسار عشرين اذا معناته ضرب في كام يا شباب الخمسة ضربها في كام صارت عشرين هنا الكلام بقى هنا جدول الضرب والتمكن خمسة ضرب كام يديني عشرين خمسة ضرب اربعة خمسة ضرب اربعة يساوي عشرين اذا لازم اضرب التلاتة اللي فوق في اربعة برضو تلاتة ضرب اربعة كام ثناش يبقى الاجابة الصحيحة نصرناها عشر على طول مفيش كلام يلا سؤال تاني ثمانتاش على اربعة وعشرين ثمانتاش على اربعة وعشرين الثمانتاش صارت ستة معناته جسم على كام يا شباب هنا جسم مو ضرب ثمانتاش صارت ستة معناته جسم على تلاتة عشان تلاتة ضرب ستة تمنتاش يبقى هكسم برضو الاربعة وعشرين قسم التلاتة هتديني كام على طول تمانية اربعة وعشرين قسم التلاتة يبقى الفراغ مكانه تمانية مسألة تاني يلا جيم كام على سبعة يساوي عشرين على خمسة وتلاتين تعالوا نشوف السبعة ضربها في كام صارت خمسة وتلاتين ها اسهل جدول في العالم جدول خمسة صح سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وتلاتين طب يا ترى ايه اللي اضربه في خمسة تاني يديني عشرين ها ايه اللي يضرب في خمسة يديني عشرين طول ما انت متمكن في جدول الضرب معناته انك انت برينسي في المسائل دي هتضرب في اربعة يا سلام يبقى الفراغ مكانه اربعة طيب انت يقال عن الكسر انه في ابسط صورة جالي اذا كان القاسم المشترك الاكبر اللي بسطي هو مقامه هو واحد يعني ايه استاذ الكلام الكبير ده اه يعني اذا كان البسط والمقام مستحيل يتجسم تاني خلص خلص على كده تعالوا نشوف مثال يلا كتابة الكسر في ابسط صورة اكتب تمنتاش على اربعة وعشرين في ابسط صورة اه تعالوا نكسمها نكسمها لغاية ما تقول خلاص والله مع الجسم تاني تمنتاش كسمة كام واربعة وعشرين كسمة كام هتك حاجة تكسم فوقه تحت انا شوف احد يقول تتجسم على اثنين كلامك مظبوط وتتجسم على ثلاثة مظبوط تم تتجو نكسم على ستة احسن تعالوا نكسم على ستة تمنتاشر قسمة ستة ها تلاتة واربعة وعشرين قسمة ستة اربعة تعالوا نشوف اه الكسمة للعوامل المشترك تعالوا اه هنكسم على تلاتة ونرجع نكسم ثاني مرة على تلاتة هنكسم على تلاتة وعلى اثنين هتطلع المسألة في النهاية ثلاثة على اربعة او كأني جسمت على كام على ستة تعالوا نحلها على طول مباشر كده القسمة هو قواسم العرض 18 هي 1 و 2 و 3 طبعا احنا بالتدريب على القواسم هنقدر نجيب القسم المشترك مباشرة من غير الفيلم ده كله ها القسم المشترك هنا مين 6 القسم المشترك الاكبر 6 معنى تكسم على 6 على طول وراح نفسك 18 قسم 6 3 24 قسم 6 4 او تكسمها على 3 وترجع تكسمها على 2 تاني اكسمها على 3 وارجع تكسمها على 2 تاني اكتب كل كسر مما يأتي في ابسط صورة واذا كان كذلك فاكتب في ابسط صورة 21 على 24 تتجسم على كام يا شباب 21 و 24 موجودين في جدول ها تلاتة يا سلام نكسم على التلاتة طب من يقولي تلاتة ضرب كام يسوي 21 نكمل الجدول تلاتة ضرب ها 7 طب وتحت الاربعة وعشرين تلاتة ضرب كام 24 تلاتة ضرب 8 يبقى الحل 7 على 8 انتهت جسمناها على 3 21 قسمة 3 سبعة 24 قسمة 3 تمانية يبقى النتيجة 7 على 8 تمام مسألة كمان 9 على 15 لا دي واضحة زي الشمس يا أستاذ ها مين يعرف تتجسم على كام التسعة على 15 التسعة والخمستاش تقبل القسمة على طبعا تلاتة يا سلام تسعة قسمة 3 كام تلاتة وخمستاش قسمة 3 خمسة جبه في النهائي تلاتة على خمسة تتجسم تاني خلاص انتهت اتنين على ثلاثة ايش يا أستاذ اتنين على ثلاثة ما هتنجسم فجرة تحت واحد يقول لي اكسم على واحد طب ما هتطلع اتنين على ثلاثة برضو يبقى في النهائة الكسر ده اكتب جنبه كده ايه ها في ابسط صورة لانه مين جسم تاني الكسر في ابسط صورة وكده هنكون انتهينا من موضوع الدرس والى لقاء اخر في درس الجديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته